استعدادات الزيارة الأربعينية من ثلاثة مراحل الداخلية تعلن عن الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية قال الناطق باسم الداخلية وخلية العلام الأمني لعميد مقداد ميري أن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية تتكون من ثلاث مراحل وهي مرحلة العمليات الاستباقية ومرحلة الفحص والتجريب القطاعات على الأرض ومرحلة التنفيذ المباشر مؤكداً انتهى من جميع الاستحضارات والاجراءات بالخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية ايضاً النقل تشرع في الخطة الخدمية للزيارة الاربعينية من الحدود الى كربلاء احتجف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شاع السوداني واشراف ومتابعة ميدانية من قبل وزير النقل الاستاذ رزاق محبس يقول اطلاق الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية مؤكدة اشتراق جميع تشكيلاتها في خدمة زائري ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام ايضاً من النقل الى الصحة مدير عام دائرة الصحة العامة يتابع الاستعدادات الصحية الخاصة بالزيارة الاربعينية في محافظة البصرة تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي تابع فريق وزاري برئاسة السيد مدير عام دارة الصحة العامة الدكتور رياض عبدالأمير الحل في الاستعدادات الخاصة بالزيارة الاربعينية في محافظة البصرة من الصحة الى الكهرباء ايضاً وزارة الكهرباء بتوجيه من رئيس الوزراء الكهرباء تعلن تشكيل غرفة عمليات لإدارة الزيارة المليونية اعلنت وزارة الكهرباء تشكيل غرفة عمليات دائمة لإدارة الزيارة المليونية وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفيما حددت مهامها اكدت وجود استنفار تام لمحطاتها في محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل كل هذه الوزارات الصحة الكهرباء النقل والداخلية هم مشتركون في الحملة والخطة الخدمية للزيارة الاربعينية